تباين الواقع الصحي في الديوانية مع انتشار فيروس كوفيد 19 فمع كثرة الاصابات بين المواطنين كان هناك نقص واضح في عدد الاسرة لحجر المصابين بسبب قلة المستشفيات ما جعل دارة الصحة تبحث عن حلول بديلة أزمة كورونا أثرت على الأنظمة العالمية الرصينة فكيف إلى النظام الصحي في العراق وفي مدينة الديوانية سيما أن المستشفى الديوانية التعليم هو المستشفى الوحيد في مدينة الديوانية والأصبح والعزل طبعا ما أثر 100% الحمد لله أننا عندنا مراكز تخصصية تم الاستيناف العمل بها تكون بديل عن خدمات المستشفى المواطنون في الديوانية تحدثوا عن تأثر عدد كبير من المرضى بسبب جاعة كورونا وليس المصابون بالبوضاء فحسب بل أصحاب الأمراض الأخرى الذين لم يجدوا مستشفى لعلاجهم بل إن غلق الحدود ومنع السفر كان له الأثر السلفي على علاجهم خارج الولاد مليون وثلاثمئة دوانية تقريبا بيها والمستشفى ما تكفي هناك حالات حجر صحة بالبيوت بس نحن ما ندري بها وأصابات وما قاعد تطلع العالم ونقص الأدوية ونقص العلاجات ونقص كلها تتحملها الوزارة لأنه إدارة الصحة شتيسة يتقدم طلب للوزارة والوزارة تتحمل هذا الشيء لازم توفر أماكن للعزل الصحي والأمراض العادية يعني ناقل هواي ناس يعني مثل ممرض كورونا يطيع بغير أمراض ما يلاقي لعينة عدد من مشاريع المستشفيات بانتظار إيجاد الحلول السريعة لإكمالها في مركز المحافظة والأقضية ومنها المستشفى الأسترالي الذي توقف فيه العمل منذ عام 2012 وما زالت أطلاله باقية بانتظار إسناف العمل من قبل الشركة المنفذة المستشفى الأسترالي في الديوانية هو أحد عشر مستشفيات بالعراق انحالت عام 2008 نهاية 2008 تمت المباشرة بـ 1-7-2009 كان من المؤمل أن يتم إنجازها بـ 2012 إلا أن تلك الشركة ومشاكلها هي والمقاولة الثانوية توقفوا العمل وانسحب رسميا من وزارة الصحة بتاريخ 2-1-2012 المستشفى الأسترالي هذا واحد من المشاريع الصحية المهمة في المحافظة لم يرى النور منذ أكثر من ثمان سنوات وفي ظل جائحة كورونا والنقص الكبير في عدد المستشفيات أثر توقف العمل بهذا المشروع على حياة المواطن الديوانية بشكل كبير أمين محمد الهلالي العراقية الإخبارية الديوانية